السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح يارب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة ويارب دايما مشارعكم في تربية الطيور تكون نكحة ومحقق عليكم كل اللي انتو بتتمنون في بعض الامرات كده لا تستحق ان احنا نقول عليها امرات ما هي الا اجهاد بيصيب الطائر في الايام اللي احنا داخلين عليها دي او الايام اللي بدأناها بالفعل الاجهاد ده بيبقى على شكل مشاكل تنفسية امراض زي الطشمة او نزلات البرد او الكريزة الحاجات دي كلها يعني محبش نقول عليها امراض قوي لكنها تعتبر اجهاد وتعب بسبب التغيرات الجوية وبسبب بعض التفاصيل الاخرى ازاي تعالجها في كل مراحلها وازاي تتعامل معها ومع تغيراتها لان في اعراض بتتغير على الطائر مع الوقت واعراض كمان بتتغير وانت بتديله الدواء وبعد ما تديله الدواء فلازم تتعامل مع الموضوع بشكل احترافي علشان ما تخسرش الطيور بتاعتك قبل اي حاجة اعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة اول باول عن طريق اشعارات مباشريك من يوتيوب ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول اول سبب بيتدخل في الموضوع ده وبيخلي فيه امراض زي الطشمة او نزلات البرد او الكوريزة هو الهوى المفاجئ يعني الهوى المفاجئ يعني دلوقتي الطائر يبقى قاعد مثلا في جو متقفل عليه انت مقفل عليه العشة الهوى اللي بيدخله قليل واللي بيخرج من العشة قليل وانت مقفل مثلا علشان خاطر الظروف اللي فاتت بتاعت الصيف والشمس والكلام ده كله وانت خايف عليه من الشمس تيجي على غفلة كده حضرتك ومش بالتدريج زي ما قلنا قبل كده في فيديوهات سابقة على غفلة تفتح العشة كاملة تمام وتخلي الهوى يدخل على الطائر بشكل كامل رغم ان احنا حذرنا كتير انه ماينفعش حضرتك لما تيجي تتحول من الصيف للشتاء او بواجه تحديد ودقة من الحر للبرد لما تيجي تتحول من الحر للبرد ماينفعش تتحول التهوية عندك بشكل كامل انت بتحول التهوية عندك بشكل تدريجي برضو بتحولها بشكل تدريجي زي ما درجة الحرارة برضو بتقل بشكل تدريجي انت يعني لما درجة الحرارة بتقل مش بتقل من 40 ل 10 مثلا لا هي بتقل 40 39 35 30 25 بالتدريج مع الايام لحد ما ندخل على الشتاء فحضرتك برضو لازم تزبط التهوية اللي عندك بشكل تدريجي يعني لو ما قفل عليهم خالص علشان الشمس وكده ما تفتحش عليهم قوي على البحري علشان خلاص الجو بقى حلو لا لانه بالليل بالليل بتبقى الكارثة كبيرة اول ما المغرب يأذن وندخل على العشاء بنلاحظ ايه بنلاحظ ان الجو بقى برد جدا على الطيور والبرد ده طبعا بيصبهم بمشاكل كتيرة جدا لانه برد مفاجئ وهوى مفاجئ بيدخل جسمهم حلو كده فحضرتك لازم تاخد بالك من التفاصيل دي كلها علشان تحافظ على الطائر من امراض الطشمة او نزلات البرد او الكوريزة تمام لان البرد المفاجئ ده بيقلل المناعة لما بيقلل المناعة بيخلي الطائر عرضة لأي عدوى وحتى لو ما فيش فيروس حواليه بيبقى الطائر عرضة لأي ضعف نتيجة الا في الاكل او نتيجة اكل غلط او نتيجة سموم في العلف او نتيجة اي حاجة موجودة حواليه تمام فيه امراض تنفسية كتير برده مش بس الطشمة ونزلات البرد والكوريزة يعني نيو كاسل مايكوب لازمة بنلاقي بقى اعراض على الطائر زي الكحة العطس الشخرة الحشراجة الرشح وطبعا لما نرأب الاعراض دي لازم نتعامل معاها بشكل يعني محدد ودقيق جدا لو حضرتك لقيت الكحة والعطس والشخرة والحشراجة والرشحة مع امراض زي مثلا نيو كاسل او المايكوب لازمة لازم على طول تنزل بمضاد حيوي مضاد حيوي اسمه ايه تايلوزين تايلوزين ومعاه موسع شعب يعني تروح للطبيب البطري تقول له عايز تايلوزين وموسع شعب علشان الطيور اللي عندي عندها نيو كاسل مايكوب لازمة مثلا ويه عندها عطس وشخرة وحشراجة ورشحة وكل التفاصيل دي تديهم ايه الادوية التالية تايلوزين وموسع شعب لو الطائر بقى الطائر لاحظنا ان هو نفش ريشو نفش ريشو كده وسقط جناحه والحركة بتاعته قلت ننزل بادوية مختلفة هننزل بامبرول وديكلاسول امبرول وديكلاسول الادوية دي مهم جدا ان احنا ناخد بالنا منها طب هتقول للمقادير هقولك دي تسأل عليها الطبيب وتقول له عدد الطيور اللي عندك علشان تاخد منه القدر اللي انت يكفيك ويكفي الطيور تمام وتديها للطيور بالطريقة اللي يقولك عليها الدكتور لان طبعا الطيور بتختلف يعني مش مش شرط الامرات دي تيجي للفراخ او للبطة او للوز او ديوك الرومي ممكن تيجي لطيور كتيرة جدا بسبب التغيرات الجوية تمام تديها للطيور بتاعتك حلوة ان شاء الله الادوية دي هتعالج نزلات البرد المفاجئة لكن انا مصر على موقفي حضرتك ليه تصرف فلوس اصلا وتجيب الادوية دي ممكن من البداية حضرتك تخلي بالك من الطيور بتاعتك وتخلي بالك من التهوية اللي عندك انا عارف ان الموضوع صعب الموضوع صعب لانه التغيرات الجوية كتيرة جدا يعني حتى احنا كبني ادمين بنبقى متغطيين ومشغالين المروحة لان التغيرات الجوية فعلا غريبة ومش مفهومة لكن الطائر الطائر بيعرف يتعامل برضو مع الظروف الصعبة يعني الطائر خاصة لو عندك طيور بلدي مثلا فراخ بلدي فراخ البلدي دي بتعرف تتعامل مع الظروف الجوية الصعبة فانت لازم تديها يعني ايه الحدود بتاعتها لهو ما تفتحش قوي عليها الهوى وما تقفلش قوي عليها الهوى بحيث ان لو جيه هوا ما يوصلش لدرجة انه هو يصيبها ببرد ولو انت منعت عنها الهوى ما يبقاش عندها كتمة يعني خليك بين البنين وبالتدريج بالتدريج واحدة واحدة انا عارف ان اغلب الناس بتربي على السطوح وتربية السطوح دي بيبقى فيها يا ام عشة يا ام للهواء الطلق واغلب الناس طبعا بتربي في الهواء الطلق مش بيبص في موضوع العشة ده ومش بتعمل عشش اصلا تمام وتربية الهواء الطلق دي طبعا كانت مضرة في الصيف بسبب الشمس كان لازم نعمل ضلة انت دلوقع هتيجي بشكل مفاجئ بقى ايه تحوش الضلة دي تحوش الضلة علشان تجيب الشمس للطائر طيب هو هياخد الشمس بالنهار وهيتدفى وياخد فيتامين دالي ويتبصت ويبقى زي الفل وصحته زي الفل يجي بقى يدخل عليه الليل ولما يدخل عليه الليل بيفاجأ الطائر ان فيه هوا بارد والهوا البارد ده بيضعف منعته لانه بارد مفاجئ هو ما كانش عامل حسابه بيضعف منعته بينام فيه بيبايت فيه طيب الحل ايه؟ الحل بسيط خالص انت بتفتح عليهم بتهوع عليهم بالنهار ده الحل الطبيعي يعني بعيدة عن الادوية بتهولهم كده بالنهار وتسيب لهم الشمس وكل حاجة وبالليل تسيب لهم مكان برضو دفع مكان ما يكونش فيه طيار هوا مباشر اي ركنة كده تضللها تأفلها بشكل ما يكون فيها تهوية خفيفة يعني يدخلها هوا ويطلع منها هوا لكن مش بشكل مباشر ما يخبطش فيهم الهوا بشكل مباشر زي ما قلت لك زمان مصطلح التهوية المباشرة احنا مش عايزين تهوية مباشرة عايزين تهوية غير مباشرة حيث ان هم قاعدين في مكان بالليل بالليل مقفول عليهم وفيه هوا داخل وهوا خارج بس مش بيغبط فيهم بشكل مباشر يبقى شبابيك من فوق كده شباك يدخل هوا وشباك يخرج هوا انما الهوا يغبط فيهم بالليل في البرد ده يبقى اكيد هيتعبوا ويجي لهم نزلات برد ده كان الفيديو بتنسى تعمل لايك على الفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ونشوفك على الف خير في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته